نسائل خير عليكم يارب يكونوا بخير تعالوا نشوف رسالة النهاردة هتكون عن ايه ننظف الطقاء سريعا يارب ينايل الرسالة العيز يقولها الكون النهاردة يارب يرسالة العيز يقولها الكون اوكي دي حاجة ليه علاقة بالشغل او الفلوس او التيمورك اللي بتشتغله معي اوكي طيب دي بشرة تخص الشغلة ناس اللي مستنية حاجة تخص الشغلة فيه ناس بقالها فترة ما بتشتغلش الرسالة دي اللي ناس بقالها فترة ما بتشتغلش او او على اقل لو هي بتشتغل مش جواها الشغف الكافي للشغل فالرسالة دي بشرة ليهم ان فيه شخص داخلين على شراكة او يبقوا في تيمورك مع شخص مسؤول جديد هيظهر في حياتهم هتبقى الشراكة بينهم لطيفة جدا يعني هتكريرتوا حاجة سوا هتعملوا حاجة سوا والشراكة دي هتكون فيها توازن ان الافكار هتبقى رايحة جاية رغم ان الشخص اللي هيظهر لكم الناس اللي بتسمع الرسالة الشخص اللي هيظهر لكم ممكن يكون منصبه اعلى منكو او او اكبر منكو في السن او حاجة زي كده ومع ذلك هيبقى شايف ان انتو تقدروا تتعاونوا مع بعض ايه تعاون لطيف حلوة الرسالة دي جدا لو اللي بسمع الرسالة دي حد بقاله كتير الدنيا مش زابطة معاه في الشغل فلا يعني استبشروا خير ان باذن الله الفترة الجاية هيتواصل معاكو شخصه هيكون شخص كمان منصبه وحلو يعني الطاقة دي الطاقة دي هتحتاج منكو ان انتو تكونوا صدقين جدا مع نفسكو ومع الشخص لان بعضكو بعضكو لما الشخص ده هيكلموا يا اما هيبقى الان من الشخص ده فمحتاجين ان انتو تسيبوا القلق ده وردهروكو ممكن يكون مثلا الشخص اللي بيكلمكو ده ليسمع معينة في سوق عملكو ان هو مش كويس او ان هو بيعمل او حاجة زي كده او انه انه يعني خبرتكو عنه ممكن تكونوا عارفينه وخبرتكو عنه مش لطيفة او الاحتمال التاني انه ممكن يكون الشخص ده بمعنى ايه بمعنى ان الحاجة دي حلوة او لدرجة انه مش بصدق نفسي فيجيلي انجزايتي وقلق مزمن فاللي بيسمعوا هم يتعرضوا الحالة من الحالتين دول ففي الحالتين دول يعني هتحتاجوا ان انتو تلايت جو ان انتو تتعاملوا مع الموضوع اولا لو هو الشخص ليسمع مش كويسة انت خدوا حذركو او انت يخدوا يعني يخدوا حذركو من الموضوع والتابعوا الحاجات الاساسية وما لكوش دعوا بخبرات الناس السابق. تلامة تلامة تلامهم مش هتعملوا حاجة اه ضد حقوقكو. يعني ما تخلوش مسلا حاجة في العقود حاجة في حاجة زي كده غلط. اه لان نهاية التجربة دي بازن الله سعيدة ده كارتة من كروت الوفرة وانا شايفة فيه طاقة عقود هتتكتب وشهود والدنيا هتبقى ماشية فورمل جدا. فما تقلقوش ومتخلوش حد يلعب لكو في المخو ممكن يكون الحد اللي بلعب لكو في المخو بيقولكو متشتغلوش معاه غيران اصلا منكم. حقيقي بجده الله. طيب. ميديسن وومن بزر. طيب. اوكي. في التجربة دي بالذات يا جماعة سكوا في احساسكم جدا. وغالبا حد منكم. لما هجيلوا الشغلانة دي. هتيجي في دماغوا واحدة معينة. هما يعرفوها صديقة او حاجة زي كده. حاسين ان هما لو لجأوا للواحدة دي. ممكن تكون بقى يعني ام اخت صديقة ايا كان. او هتوقف لهم. لان العرض لما هيتعرض عليكم يا جماعة انتم هيحصل لكم توتر. ايا كان سبب التوتر. هتبقوا محتاجين تعدوا التوتر ده. لان نهاية الشغلانة دي سعيدة. بازن الله. ففي واحدة معينة ممكن تساعدكم ان انتم تتخطو القلق ده. تمام? وعرفوا ان العرض الجديد بتاع الشغل ده. الفرصة الجديدة بتاعت الشغل دي. هتكون بمثابة بداية جديدة لي كنتم محتاجين تليت بوكارت ده انا بحب ايه? اه اسميه اللي معرب بنا يمشي على المية. بالزبط. يعني دي واحدة بتمشي بخفة جدا لدرجة ان هي ماشي على المية. فانتم اعرفوا ان الفرصة الشغل اللي جايلكو دي. انتم تبقى قلقانين منها لسبب ما. رغم ان هي فرصة كويسة جدا. اعرفوا ان هي محمية وانتم محميين. كل اللي محتاجين تعملوا ان انتم تسيطروا على علاقكم. وبالتوفيق يا رب بازن الله. يومكم سعيد.